اشعور تجاه الاوضاع الاقتصادية في المنطقة يميل نحو التشاؤم او هو نحو ايجابية اقل بحسب دراسة مؤشر ثقة المستهلك التي اجرها موقع التوظيف بيت كون وتقول الدراسة ان نحو 26% من عينة مشاركة ترى ان اوضاعهم المالية اصبحت افضل مما كانت عليه في العام الماضي فيما تفائل 25% فقط حيال الاقتصاد الحالي واعتقد 37% ان هذا الوقت ليس جيدا للأعمال اما فيما يتعلق بالتوظيف فان 49% ممن شملتهم الدراسة يرون ان فرص العمل ستكون اقل وبشأن الرواتب فان 66% يؤكدون ان الرواتب لم تواكب غالاء المعيشة ومع ذلك فان الامل في المستقبل اكثر ايجابية اذ اعتقد 25% من المشاركين في المنطقة ان الاوضاع المالية ستصبح افضل بغضون عام واحد بفضل التوقعات التي تشير الى تحسن مناخ الاعمال ورغم التفاؤل بالمستقبل الا ان صدى تلك المشاعر المتشائمة تتردد في معظم دول منطقة الشرق الاوسط كما تقول الدراسة اما في دولة الامارات يشعر 43% من المشاركين ان اوضاعهم المالية لم يطرع عليها اي تغيير مقارنة بالعام الماضي فيما يعتقد 28% ان احوالهم باتت اسوأ و24% يرون ان الامور في وضع افضل وتتشابه النسبة فيما يتعلق بالاقتصاد عموما اذ يعتقد 27% ان الوضع الاقتصادي في الدولة قد تحسن يخالفهم الرأي 29% يرون ان الوضع اسوأ فيما يعتقد 34% ان الوضع الاقتصادي ثابت منذ العام الماضي وفي المحصلة فان الشعور السائد فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي الذي يفرز غالبا مزيدا من الوظائف وارتفاعا في الرواتب وتحسن بالنتيجة في الاحوال المالية هو شعور لا ايجابي يكاد يشمل معظم دول منطقة الشرق الاوسط ابرهيم الامير الرؤية الاقتصادية دبي